سواء خير السيد الرئيس السيدة الحضور نحن سعداء جداً الحقيقة كشباب مبادرة إبدا في وجودنا وسط أهلنا في محافظة دهلية في البداية اسمحوا لي أنقل صورة نحن عشناها كشباب مبادرة بعد الإطلاق الرسمي لها في الشهر اللي فات بتشريف سيادة كلينا يا فن الحقيقة كلام حضرتك وتشجيعك لرجال الأعمال والصناعة والمستثمرين خلال حفل الإطلاق إداهم تشجيع وأمل وثقة في مستقبل الصناعة وفي الاقتصاد وفي كل الإجراءات اللي بتتخذها الدولة الفترة اللي فاتت ده فندم ظهر عندنا من خلال الطلبات اللي استقبلها الموقع الرسمي للمبادرة اللي تعدى أكتر من 1300 طلب بيخصوا استفسارات للانضمام للمبادرة وكمان بعض طلب للشراكات الجديدة بالإضافة إلى بعض طلبات لدعم المصانع القائمة طلبات دعم المصانع القائمة كانت بتشمل أولها إجراءات الترخيص اللي بتقابلهم في بعض المحافظات وبعضها كان تخصيص أراضي جديدة للتوسعات القائمة وبعضها يخص التمويل والبعض الآخر يخص توصيل المرافق للأراضي الصناعية إحنا زي ما وعدنا حضرتك وعدنا كل أهلنا في الصناع في مصر إن إحنا كل الطلبات اشتغلنا عليها بالتعاون مع الجهات المعنية بالنسبة لمحافظة الدأهلية إحنا دائما بنقول المحافظة الدأهلية هي من أكبر المحافظات التي بتشارك فيه الاقتصاد القومي بنسبة عدد منشآت 9% تقريبا من عدد منشآت الإجمالية على مستوى الجمهورية بالإضافة أن هي بتشغل حوالي 7% من العاملين الموجودين الإجماليين في مصر كمان بتساهم بنسبة حوالي 3% السمارات عامة و 5% إضافة للناتج القومي الأنشطة الصناعية الموجودة في محافظة الدأهلية بتبدأ من أول الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة بالإضافة إلى الأساس والمعادن والصناعات الكيموية البلاستيك والأسمدة والأعلاف بالإضافة إلى إصلاح السيارات ورش إصلاح السيارات والمقترات